تمتلئ عيادة طبيب الأسنان هادي عائل بالمرضى الذين يعانون من مشاكل مختلفة في أسنانهم فبعضهم أتى للترمين أو لنزع التسوس أو للقيام بعملية جراحية في الفم والبعض الآخر أتى طالبا فقط الهوليوود سمايل تماما ككريستيان نحن اليوم بتاني جلسة لزقنا كل السنان الإدمانية وهلأ عم بعملها البرج البروفيزوار تطفل الكريستيان من عندنا إذا مناخد شاط نحن خلصنا سنان الإدمانية هون وسنان الورانية أخذنا لقياسات وهذا البرج البروفيزوار ولا هيك فيها تطفل مبسوطة كأنه سنان طبيعية لكبين أكيد لعبنا بالألوان طيبينه أكثر شيء ناترل وكريستيان التي عانت في الماضي من مشكلة في أسنانها شكلت لها عقدة نفسية بدت اليوم في قمة السعادة ما كنت أضحك كنت أستحي أضحك أنا كنت دائما أستحلي المشاهير والفنانين وشوف صورهم ونيالهم على هذه الدحكة يعني إحسدهم واستكشفت أنه لأ منهم سنان طبيعيات سنان كلهم هوليوود سمايل مشان هيك قررت أعملوا إن هذه الابتسامة التي تجذب الأنظار وتجذب الناس إلى الالتحاق بقطار موضتها ليست محددة بعمر معين كنت دخن كتير والدخان نزعلي كتير سناني ما كنت متصورة أنه هالقدة بعمل دخان وبينزع السنان وبعدين حبيت أنه أنا شكلي يكون حلو كذا هيك وبسمتك تكون حلوة وبعدين ياريت من قبل كنت تفكر أنه أعمل السناني لأنه رح وقت كتير لا تتشبه الحالات وبعض المرضى يمر بعدة مراحل قبل الوصول إلى النتيجة المرجوة عندي كان كذا مشكلة بالنيرة بالتلبيس عملنا كمان زرع حتى تبريسز يعني كل شي كايات يمكن ما رأت عليهم والحمد لله هلأ كتير مرتاحة وبضحك ورجع تحب الحياة وبكل سأة وبضحك وبد العالم يشوفه ضحك تقدي حلوة مت ما شايفين هون التلبيس والسنان فرد لهم ما في أي فرق بين السنان ما فينا نعرف إذا كلهم ملبسين أما كلهم سنين طبيعية فهذا هو الهدف اللي بده يالبيشن ويبقى جمال الابتسامة هدفا ومطلبا لكل الناس بغض النظر عن إيجابيتها وسلبيتها هوليوود سمايل أو ابتسامة هوليوود ما عادت حصرا بالنجوم والمشاهير فقط بل باتت مطلبا ملحا لكل ما يعاني من ابتسامة غير جميلة فالابتسامة مفتاح القلوب ميرنا غيرزوزي اليوم على الحرابيروت